أسرة نزحت من منطقة خطرة إلى بيت مهجور وما أن استقر بها المقام حتى صار البيت المهجور واقعا في خط تماس من جديد ولم ينضي من شهر رمضان سوى أيام قليلة حتى دخل الحزن إلى بيتهم الصغير البيت الذي وقع في مرمى سلاح لا يلتزم بقانون الحرب ولا أحكام الشرع التي ضامنت للمدنيين المسالمين حقهم في الأمان على أنفسهم في طرقهم ومساكنهم نتابع قصة أسرة الحاج غالب فرحان في الفيلم التالي ومن ثم نعود والله حالتنا سيء موقف سيء بسطى الاشتباكات وسطى الرصاص ما بوش ريلة لله ما بوش اشتباك فقلقوز هنا كان اشتباكات كان قوي اشتباكات قوي قوي لكني أقول لك معنا قريش نخرج معنا قريش نضوي ولا عنا قريش نضوي والله خارقت هذه اليوم أصلي التهقد والبنت هنا تتصيح قلت لين على الله والله والرصاص يقول لك من هنا وحي أصليك وحي نقبل المشتفى العربي وحي نقبل حيش الدقاء هنا والثاني من السقر تمام كلها فقراتي كله موضوع الحمر والله وطرح تلمس بيضو صليت ورجعت من فضل الله سبحانه وتعالى سلمت اي قلت ابنتي ونشت دارتك ما زرست عاشا كان فرح فرح ناهي وقده ناهي ما عسر بحيش القرية قلت له ولا عشرة موحك ابنت القرية اشتخليك ورد درسي انت واختيك مع ربي يقول فقل حنا نقول فقل دخل من القرية عملنا العملية لوز وفرخانة نهيار طرحنا السحور هنا وكانت دنيا اشتباكات مقفلين البيبان ولا التويق وقالت هنا ونستحر بالصالة انا وقده وعمته وهي وهي قالت ما نليل اقتلبه والدم بترع انا قل انت ليه ربت لي خارج بقية قدتها عما سيحونا تشويل القيران اميلي بالبطاني وستعليل البراهين تقدقها لها كله معها بشفايدة حضرب الرصافة من قبل القارع دخلت من الغرفة ومن الغرفة حضرب الصالة فقال بنتي دخلها لها من بيننا عمتها قبالة وقدتها قنبي وأنا قنبي لقتها من بيننا ما نصيحو نحن ثلاثة بس قذي خلاص خارج معا قرش مبينة ولو كيفي خلاص ضرب براسة وفرق الشارع دقية البنت صاحة صاحة مخترم فقط عمتها وأنا بقت مكانة أكالف ليه وأصايح لما أقوغوا وروعوا لنا بنا ذكن الرصاص ألقى النصاذك يا قنوس من قبل القارع وعا استحرنا لسل ما أبعث يومين هذه اليوم ويوم ثاني ولا استحرنا ولا عاكلنا ولا شربنا ولا عذرينا حتى ما عذرنا وكيفه وماهو ولا حاجة لحد الآن أنا مسلوب لحد الآن خلق بنتك قدامك كيف؟ خلق بنتك قدامك ما عارب ماشي حتى منك كيفش تكون ماشي من لحمتك مهم مقتله الحوثي مو أول واحد صلعت أستلم التقليل من المباحث بعد أربع أيام يقول لك وحدة عاش بعده وحدة عاش بعده ما هي أول واحد ولا بو ماشي قلو بطل ولا بو ماشي نهاء ولا بو ماشي قلو حرام ما بوش خلاص بيقيت مع أهلانيش ما عذريش ما بزيش ما عذريش يا ابني ما بزيش قدام عارقي يش قدام خلاص معلوم محطة مشي خارج سحر رمضان حتى ما عرفتك عش من الرصاص والله ما عرفتك عش من الرصاص والله ما عرفتك عش من الرصاص ولكن القرحة قبلوا البراهي كان قدام البراهي كلهم صدوحة قرحة منهم من المقارضة هذا يشل اللغم هذا يصيد وهم أقول لك احنا عايشين بينا من ولا الحرب احنا عايشين يا ابني من ولا الحرب احنا هنا تخل بيتك وتمشي توقع بزوع تتقاترك لا نقدر نهر من البقعة ما معاناش إمكانيات لا نقدر نقلع ونمشي ولا نقدر مثلا نعمل أي حيلة يعني نستعمل الليلة تروح نقول إن شاء الله إذا ما زاءتنا قلت للمنا نفتندين ثانية وكذلك كل يوم سيء ما بوش من نستعف إحنا ما بوش من نساعد إحنا ما بوش من يقول لنا منتم بالبقعة علي ما بوش وإنش ندعي منونا أن نسرح أن نسرح نستاقر أن نسرح للقر ما بوش واليد عطل عطل لليد عطل ما تهذر للبياس وإحنا عايشين ما نقدرش نظل ما عندها ليس إمكانية نتحرك ما بوش إمكانية أنا رقل شيبة لا أقدرش قاع يعني منتظر إذا ما تبرعوا ليش الناس بحق الغداء خير بيعاد القنص هذا واحي أنا بالشارع خرق صلى العيشة وخرق رواشي سعادة سعادة لي نسمع وقنصوش القناص ما تطوال من قبل القارع ما قال هذا قبل القارع نقول لهم يكون قاهوا مع المقاومة ما يشلل الهوثات يرجع الهوثات ما معاناش من الاندي لنا قليل ما نشرب الحيوانات بالخارج أحسن مننا ما علوف هذا للقن والإنس إن اليمنيين إن الحيوانات بالخارج أحسن من اليمنيين حسروا الحارة هذا اليوم حسري تشوف حسري تماماً حتى إن الناس ما أخبروش يعملوا لها انسحور ما أخبروش يعملوا لهم حاجة إخلال ما وصلنا من استشفى القداء البريهينج جواحد علامة في بول الله تعالى كثير قلش استحصتها في العائلة العائلة باقي هنا قلت له كيفش تنزول قلش اندلوا على الله والله حاول قل اندلوا لرقم البنت اندلوا لرقم البنت ودخلوا من بين البيت من هنا ومن هنا ومن هنا لما قرد سعفهم وربهم وايد القاضي ورسوا فقهم كلان هاربين يعني مستسلمين للموت والنبي منش دي لنا شقةه من دي لنا بيته ما معانش مثلاً ما معانش مفر لا نتظر الموت إلا نتظر الموت تدخل أذر أصاصاً وقلنا في المناء وننتظر الثانية المقاومة حقاكم تجيطاً ركيتونه وترمين وهن يردوا عليه أقولوا علينا يزيدوا أقولوا علينا هم السعودية تقدم نفسي السعودية حذر حدودي فقط فقط والآن تضحك علينا ضحك تضحك بناء ضحك أين السعودية؟ والإمارات خيشة تحتل القنوب مع باقي لنا السعودية الشتشة للمهرة حاجة حاجة بائل على الساحة تلفزيون كل يلا له لذيع وروي لك الأخبار تلفزيون نوع والمعاملة نوع إحنا إحنا حررنا إحنا قدمنا إحنا استاخرنا أنا أهم جالسين بالأخبار طفلة طفلة صغيرة كانت في طور التعافي بعد أن أجر لها الأطباء عملية إزالة اللوزتين وتستعد بفرح غامر لدخول المدرسة بعد العيد لكن فرحتها لم تكتمل والرصاص التي اخترقت رأسها فاتحت في قلوب كل أهلها جراحاً ستظل طرية كل يوم وما دامت نيران الحرب موقدة والمتارس منصوبة فإن المزيد من قلوب الأباء والأمهات على موعد مع الحزن مشاهدين الكرام حق المدنيين في الأمان والسلامة والضمانات القانونية المنظمة لحقوق المدنيين في أوقات الحروب مضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوق عمر الحميري ينضم إلينا من مدينة تعز مرحبا بك سيد عمر مرحبا بك أختي الكريمة ومرحبا بمشاهدك الكرام كل عام وأنتم بألف خير واليمن بألف خير بإذن الله شهدنا قبل قليل قصة أسرة فقدت واحدة من أطفالها بسبب رصاص أصابتها وهي داخل المنزل أليس من واجب المتقاتلين أين كانوا تجنب استهداف مناطق سكن المدنيين في البدء أختي الكريمة هذا النموذج وهذه القصة هي مثال لمئات وآلاف القصص تحدث في مدينة تعز منذ خمس سنوات بدون توقف ولا يبدو أنها سوف تتوقف لا توجد أي مؤشرات تؤكد أن هناك نية لدى المتقاتلين وبالأخص الحوثيين الذين سادفون المدنيين بشهادة التقارير الحقوقية لا توجد مؤشرات بأنهم ينوون الكف عن استهداف المدنيين يبدو أن المدنيين في عرفهم وفي أخلاقهم هدف مشروع وبالتالي نسمع كل يوم عن قصة عن استهداف شخص نائم مع أسرته في منزله في العيد الماضي استشهدت أسره في مدينة تعز تم قصف منزلهم مباشرة دون أن يكون هناك أي مظاهر عسكرية جوار منزله أو حتى في المنطقة في منطقة برباشة في هذا العيد أيضا في كل وقت وحين لا يفرق الحوثيون بين مدنيين وعسكريين بل ربما نعتقد جازمين بعد خمس سنوات من مشاهدة الانتهاكات والقرائم أن الحوثيون يستهدفون المدنيين مباشرة ويقصدونهم عن عمد بقصد إثارة حفيظة العسكريين في الطرف الآخر وبقصد الانتقام كأعمال انتقامية ولا يبدو أن هذه الأمور سوف تتوقف لأنه لا توجد إرادة دولية لدى المجتمع الدولي ولدى أدواتها العسكرية ولدى أدوات المتاحة في القانون الدولي وفي عيد المؤسسة الأممية لا توجد نية لاستخدام تلك القوى والأدوات لوقف انتهاكات المدنيين ولا توجد سوى مكافآت الحوثي تقدم بين وقت وحين مكافآت سياسية مكافآت مالية ومكافآت حتى على مستوى سيارات تقدم الحوثيين يستخدمونها في أعمال عسكرية لا توجد هناك نوايا لوقف انتهاكات المدنيين وبالتالي فإن المدني لا يزال وسوف يستمر ضحية وهدفا لتلك الميليشيات الحوثية الإجرامية دعنا نتحدث بشكل قانوني أكثر ما هو القانون الذي يحمي المدنيين من التعرض لأضرار الحروب في كل المجتويات في القانون الدولي هناك معاهدات دولية واتفاقيات صارخة وصارمة في حق كل من يرتكب انتهاكات في حق المدنيين لدينا معاهدة خاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب هناك معاهدات أربع بروتوكولات إضافية ملحقة باتفاقية جنيف هناك اتفاقية جنيف هناك اتفاقية روما كل المعاهدات الدولية تقريباً أكثر من 80% من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحمي المدنيين وتشير إليهم وتعمل على تقنيبهم من أضرار الحرب وتقرم القهة التي تستهدفهم وبالتالي فإنه على مستوى التشريعات لا يوجد أدنى خلاف ولا يوجد أدنى شبهة من أن هذه الأعمال مقرمة وأن هؤلاء المدنيين محميون بفعل القوانين الدولية وأيضاً بفعل القوانين المحلية إذا قلنا بأن النزاع في اليمن نزاع محلي إذا استبعدنا تدخل التحالف فإنه حتى على مستوى القانون المحلي بالدستور اليمني وقانون القرائم والعقوبات المحلي وقانون القرائم والعقوبات العسكرية لا تعتبر هذه قرائم يعاقب عليها بالإعدام كل من يستهدف مدني لذنب له هو مقرم ويعاقب ويعدم وبالتالي فإنه على مستوى التشريعات المحلية والدولية هذه قرائم لا تسقط بالتقادم أبداً ويمكن محاكمة هؤلاء المقرمون حتى بعد عشرات السنوات نعم تحدثت أنت خلال حديثك أن ميليشيا الحوثي تعمد وتستمر في استهداف المدنيين لتحقيق مطالب سياسية ومطالب أيضاً مادية يعني شرح لنا أكثر الحوثيون دخلوا في هذه الحرب بقصد فرض أمر واقع ومصادرة الحكم وبالتالي فإنهم لا يتكؤون على أي مشروعية شعبية أو مشروعية قانونية وبالتالي فإنهم عصابة بالنهاية يوصفون بالانقلابيون يوصفون بالخارجين عن الخانون وبالتالي فإن وسيلتهم لفرض أنفسهم على أرض الواقع هو الإقرام والإقرام فقط وباستخدام السلاح وباستخدام القمع شاهدنا القمع المستخدم في صنعاء وفي المدن التي يحكمونها عبر الاعتقالات وعبر الإرهاب وعبر السقون ولكن في المناطق الأخرى التي خرجت عن أيديهم والتي تقاومهم هم يستخدمون إرهاب المدنيين يستخدمون الانتقام الجماعي والقصف ضد المدن وضد التجمعات السكانية بقصد إخضاع هذه المناطق وإخضاع هذه المدن لحكم سيطرتهم هذه المنهجية الحوثية لم تفرق بين مدني وبين عسكري لأنها تعتبر الشعب اليمني كله عدو خاصة منهم في المناطق المناوية لها باعتبار هذه المدن رافضة لحكمها ورافضة لمشروعها الكهنوتي وبالتالي الانتقام لا يستهدف الجميع وهي طريقتهم ومنهجيتهم للوصول إلى الحكم وإخضاع المدن أعمال انتقامية مقرمة بالقوانين والمعاهدات الدولية وهي أعمال مقرمة سوف تأخذ حقها بإذن الله في طريق العدالة هذه المنهجية لا تفرق بين مدني وعسكري كما قلنا لأنهم يعتقدون بأن الجميع خصوم لهم وأن اليمني سواء كان في مناطقهم الذي يرهب بالقمع والاعتقال والمدني الموجود في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم والذي يقصف ويغتال بالقنص وبالألغام نعم في حال كان هناك ضرورة عسكرية أو اعتبر طرف ما منطقة منطقة عسكرية يتم فيها المواجهات ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها واتخاذها لحماية المدنيين هناك سلسلة من الإجراءات الاحترازية أوجبتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدة الدولية عندما تكون المعارك في مناطق مأهولة بالسكان بدءا من إلزام المتقاتلين بتجنب هذه المناطق أولا وفي الأصل ولكن إذا اضطرت المعارك وتقدمت باتجاه مناطق مأهولة بالسكان يجب على المتقاتلين يجب على الأطراف أن تنبه هؤلاء السكان وتجليهم عن منازلهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتحفظ حقوقهم أن توفر لهم ملاذا عامنا وأن توفر لهم السكان الكافي والمناسب وأن تحميهم وأن تحمي ممتلكاتهم وأن تنقلهم وأن توفر المكان البديل وأن لا تنهب ممتلكاتهم وأن لا تنهب أراضيهم وأن لا تتعسفهم وأن لا تستخدم القمع والاعتقالات وبالتالي فإن هناك تدابير احترازية مقننة يجب على المتقاتلين أخذها وهم ملزمين بها وعندما لا يتم اتخاذ هذه الإقراءات الاحترازية فإن هذه قرائم انتهاكات بحق المدنيين عندما تصل كما شهدنا خلال خمس سنوات عندما تصل المعارك إلى مدينة أو إلى قرية فإن الحوثيون يدخلون إلى المنازل ويعتقلون الرجال ويقبرونهم وينذرونهم خلال 24 ساعة بأن يغادروا منازلهم أو لأن الاعتقال هو مصيرهم وبالتالي يصعب على الإنسان مغادرة منزله بهذا الشكل وترك حياته وهو يعلم أنه لن يعود إليها إلا وهي خراب وهي منهوبة وهي لا يوجد فيها أي أثر للحياة وبالتالي يصعب على يمني الذي لا يوجد له قوة ولا حيلة ويدرك تماما أن هناك سلطات ضعيفة لا تستطيع توفير هذه الإقراءات التي تحميها ولا تستطيع توفير مخيمات من خلال التقارب التي شهدناها وبالتالي فإن اليمني يستميت دفاعا عن منزله ويمكث في بيته ولا يخرج ولا يغادر وهو الأمر الذي يتعامل معه الحوثيون بإقرام كما شهدنا هم المهاجمون دائما المناطق التي خارجة عن سيطرتهم هي مناطق دائما تتخذ الدفاع وبالتالي فإن المهاجمون هم دائما من يتحملون مسؤولية تمدد المعارك إلى المناطق المأهولة بالسكان والتجمعات السكانية دائما يكون النتيجة اعتقال الرجال وإقلاء النساء بتقريب طريقة مهينة ولا يسمح لهم بأخذ أدواتهم البسيطة للحياة عندما يدخل الحوثيون إلى تلك القرى والمدن دائما يتقومون باستخدام تلك الأشياء يصادرونها في عملية نهب واسعة شاهدناها في جميع المدن التي دخلوا إليها والقرى عندما يعود المدنيون إلى منازلهم بعد انتهاء المعارك يجدونها خرابا مدى قرى وبيوت مدمرة يستخدم الحوثيون تلك البيوت كمتاريس ويستخدمونها كمناطق الاحتماء وبالتالي فإن حقوق المدنيين مهدورة وأكثر من يهدر تلك الحقوق وينتهكها هم الحوثيون بشهادة مئات التقارير الحقوقية خلال خمس سنوات من الحرب وبالتالي فإن الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة وفق القانون الدولي لا يتم الالتفات إليها البتة ويتم الدوس عليها ولا يوجد أي حتى شقب أو تنديد أو حتى موقف من الأمم المتحدة الراعية والتي تعتبر هي تعتبر راعية للحرب في اليمن ومراقبة ويقع عليها واجب تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة وأن اليمن تقع تحت رقابة الأممية وتحت الفصل البند السابع في ميثقة الأمم المتحدة وبالتالي فإن الواقب الأمم المتحدة يتطلب عليها المزيد من العمل القدي من أجل حماية حقوق المدنيين كونهم الضحية الأولى الأولى في هذه الحرب وكل حقوقهم التي تنهب لا تعود وكون منازلهم لا يمكن أن تعود نشاهد أيضا قريمة كبيرة جدا لا يمكن التغاضي عنها وهو أن تلك القرى المأهولة بالسكان عندما يتم الدخول إليها يتم تفخيخها بالألغام عند الخروج حتى يتم تفخيخها بعبوات ناسفة بأشكال وهمية يتم إيهام المدنيين عند عودتهم إلى منازلهم بأن هذه صحرة بينما هي في الحقيقة لغم وعب وناسفة هذه الطريقة هي طريقة تعكس منهجية تكون في الأعمال إنتقامية تستهدف المدني أولا قبل العسكري مستمرة بحق المدنيين بالتالي هؤلاء المدنيين الذين يهجرون من بيوتهم لا يحصلون على أي مساعدات لا إغاثية ولا دور إنسان يتواجد في المناطق التي يهجرون إليها يعني تعليقك على دور المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تعمل في اليمن بالنسبة للمسؤولية القانونية تتوجه المسؤولية القانونية أولا تجاه الطرف الذي يخرج المدني من منزله بحيث يكون هو المسؤول الأول عن توفير الملاذ والمأوى لهذا المدني وهذا المواطن عندما تخرج شخصا من بيته عليك أن توفر منزلا أو مأوى أو حتى مخيم بديل يحفظ كرامته عندما تقول بأن هناك ضرورة عسكرية لدخول تلك القرية أو تلك يجب عليك أن توفر لهذا المدني حقه في الحياة الكريمة لا أن تشرده وبالتالي فإن المسؤولية الأولى هي مسؤولية قانونية وجنائية تجاه الحوثيين والمسؤولية بالدرجة الثانية هي على عاتق المؤسسات الإغاثية المؤسسات الدولية التي تستلم مبالغ بملايين ومليارات الدولارات تحت مسمى إغاثة الشعب اليمني وتسكين النازحين وإيوائهم وإغاثتهم هذا ما لا نشاهده إلا على أشكال بسيطة وبداية جدا لا يمكن تسميتها بأنها تسكين ورعاية للنازحين والمهقرين لم نشاهد مخيمات جاهزة عندما نسمع عن عمليات تهجير واسعة لا توجد مخيمات تواسعة يعني جاهزة لا يوجد استعدادات لداتك المؤسسات لا يوجد مبادرة عندما تتحرك المؤسسات فهي تتحرك عقب عمليات التهجير لمحاولة رصد عدد بسيط من هؤلاء الأشخاص وتسليم بعض الخيام لعشرات من الأشخاص وبالتالي يتم تصوير هذه الصورة ونقلها إلى العالم الخارجي بأن هذه المؤسسات الدولية والإغاثية تقوم بدورها بينما في الحقيقة لا تقوم حتى في 10% من دورها المنوط بها بينما هي تستلم مبارغ بالمليارات يجب عليها أن تقوم بدورها نحن نستغرب نعم، لكن منذ مدى ظهرت أصوات تطالب المنظمات الإغاثية بإعلان تقاريرها المالية وهناك حملة تحت شعار وإن الفلوس شارك فيها عدد من الناشطين ما مدى قانونية هذه المطالب؟ نعم، هذه الحملة هي النتيقة الطبيعية للوضع الكارثي الذي أوصلتنا إليها المؤسسات الأممية التي نسمع عن مليارات الدولارات سمعنا عن 20 مليار دولار إغاثات اليمن عبر مؤسسات تعتبر مؤسسة كبرى سمعنا عن 30 مليار دولار وهناك مبالغ كبيرة لا يعلم مصيرها سلمت إلى مؤسسات أممية بلنامج الغذاء العالمي منظمة اليونسيف المفوضية السامية المفوضية الأوتشا هناك مؤسسات كبرى وأيضا مبالغ سلمت الحكومة اليمنية ومنظمات محلية هذه المبالغ لم تجد لها صدى على أرض الواقع وبالتالي فإن المواطنين يشعرون والناشطين يشعرون بالإشمئزاز من هذا السلوك المهين عندما يكون المواطن لا يجد غوثا لا يجد ما يسر عورته لا يجد ما يقيه حر الشمس وهو نازح ومهجر وهو ضحية لهذه الحرب بينما كان في الأمس يعيش في حياة كريمة عندما يتم التعامل مع هذا المواطن بالامتهان بينما كل مواطن يمني أصبح اليوم معرض بأن يعيش هذه التقربة الصعبة عندما يتم التعامل من قبل هذه المؤسسات بهذا الشكل اللامكترث هناك أصوات تشقب وتندد وتستنكر هذه الأعمال غير المسؤولة وبالتالي حملت وين الفلوس هي حملة أخلاقية تعبر عن وعي الشارع اليمني وعبر نشطائها وهي تقوم بمطالبات حقيقية وقانونية تسائل هذه المؤسسات نعم أين الفلوس أين المبالغ التي سلمت إليكم لدينا هناك أولا جهتين لمساءلة هذه المؤسسات هناك وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهي الجهة المسؤولة عن أعمال المؤسسات الدولية الأم هناك أيضا مكتب الشؤون الاجتماعية المسؤول عن أعمال المؤسسات المحلية المنظمة المحلية الإغاثية وبالتالي هناك مسؤولية مشتركة بين وزارتين وزارة العمل الذي يتبعهم مكتب الشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا على المستوى المحلي هناك لابد من تعاون لكشف هذه الخروقات هذه المؤسسات يجب عليها أن تسلم تقارير الدولية عن كل مشروع إلى هذه المنظمة نشرت بأن وجبة الفول تصل إلى مبلغ 62 دولار ألا يمكن تلفيق هذه التقارير وتزويرها أخي الكريمة لا يوجد آلية حقيقية وواقعية يمكن من خلالها تتبع مصداقية هذه التقارير فعلا لا يوجد لأن الإشراف من قبل وزارات اليمنية عبارة عن إشراف شكلي بحت لأنه فقط تسلم إليهم تقارير لا يتم التأكد من مصداقيتها وأيضا المؤسسات الأم الأم في الأمم المتحدة وفي أوروبا وفي أمريكا لا يتم الوصول إليها بشكل لازم بشكل سليم يكشف ما يحدث على الأرض الواقع بينما هناك تصوير لحالات يتم تعميمها بأن هناك فعلا أعمال غاثية شاملة ولكن لا يصل إليهم الواقع وبالتالي يمكن التواصل مع إدارة المؤسسات الأممية في الخارج لكشف ما يحدث على أرض الواقع هذا من جانب ومن جانب آخر يجب على الوزارات المعنية أن تقوم بتفعيل دورها وإلا تمنع هذه المؤسسات أن تنهب المعونات بإسم الشعب اليمني يجب على المؤسسات التي ثبت ضلوعها بنهب هذه المساعدات بأن تتوقف ويتم منعها من امتخاذ ذريعة بوجودها على أرض الواقع بأنها تقوم بتقديم مساعدات بينما في الواقع لا توجد أدنى مساعدات رأينا عن كثير من التقارير المخجلة عن وجود نفقات تشغيلية تتقاوز أحيانا النصف لمقدار المساعدات المقدمة للشعب اليمني. هذه الأعمال غير مسؤولة وبالتالي سمعنا عن تقارير ويكليكس التي تقول بأن هناك رجل في أحد المنظمات الأممية يقوم بتشغيل موظفين لرعاية كلبه فقط. هذه الأعمال لا أخلاقية البتة وهي تمثل الوقه الآخر الإجرام في هذه الحرب. الإجرام الأول هو الإجرام الحوثي ورصاصاته وقناصاته وألغامه والإجرام الثاني هو إجرام المؤسسات التي تعمل باسم الإغاثة وهي تنهى بحقوق هذا الشعب اليمني وتدوس كرامته هي الأخرى وبالتالي فإن المساءلة محلية من عبارة عبر وزارة التخطيط وهي أيضا عبر المؤسسة الأمم التي تقوم بتقديم هذا الدعم لهذه المؤسسات نعم. إذا ما تحدثنا عن استجابة المنظمات الإغاثية لمطالب الناشطين بالكشف عن تقاريرها المالية. كيف تقيم أنت استجابة هذه المنظمات؟ الاستجابة ضعيفة جدا لا يوجد نية لدى المؤسسات بالاستجابة. هناك مؤسسات محلية لديها نوع من المصداقية قدمت تقارير ونوع من الشفافية. هناك تقريبا مؤسسة واحدة أممية قدمت تقريرا في إحدى مشاريعها. ولكن بشكل عام لا يوجد استجابة. هناك تهاون. هناك استهتار. هناك شعور بالفوقية. هناك شعور بأنه لا يمكن لأحد أن يسائل هذه المؤسسات. لأننا لدينا دولة ضعيفة. لدينا حكومة فقط تريد أن تحصل على الأموال وأن تحصل على المساعدات دون أن تقول هذه حقوقنا هذه حقوق للشعب اليمني يقمعها العالم الحور. ويقمعها الدول التي تستشعر المسؤولية تهتجاه الشعب اليمني. وتقدمها بالملايين والمليارات لمؤسسات أممية يفترض أنها تقوم بدور أخلاقي. وبالتالي فإن هذه حقوق وليست هبات وليست إغاثة تقدم على سبيل الصدقة حتى لا نساء لهم. هذه الحقوق للشعب اليمني. والمؤسسات الأممية عبارة عن منفذ فقط. وهي عبارة عن وسيد. وبالتالي إذا لم تقم بدورها الواقب على الحكومة اليمنية. أولا أن تقوم بكشف هذه الممارسات والانتهاكات. كونها انتهاكات تعتبر موجهة للشعب اليمني. وتنتقس من حقوقه. وبالتالي مسؤولية على الحكومة اليمنية. أيضا أن تقوم بدورها تجاه هذا الملف. وليس فقط دور على الناشطين. المؤسسات عليها أن تقوم بإخلاء مسؤوليتها. وأن تكشف عن حقيقة تقاريرها. وتكشف تفاصيل دقيقة. لأنها مسؤولة. وأنها أيضا تحت طائلة الاتهام. وسوف تطول هذه القائمة القائمة السوداء. التي يدخل إليها كل يوم مؤسسات نسمع عن أعمال مريبة. ولا تقوم بكشف تقارير دقيقة عن حقيقة ما تم صرفهم من بالغ غاثية باسم الشعب اليمني. نعم. إذا نكتفي بهذا القدر المحامي والناشط الحقوقي. يا عمر الحميري. كنت معي منتعز. شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال إيميل الظاهر أسفل الشاشة. أو صفحتنا على الفيسبوك. ويمكنكم مشاهدة الحلقة السابقة من البرنامج على قناة بالقيس على اليوتيوب. أسرة الحاج غالب فرحان تم الرصد في أمان الله. موسيقى 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 اشتركوا في القناة